رسمياً تطبيق قانون العمل الجديد الحد الأدنى للمعاز 6 ألاف جنيه ولا تقاعد إلا بعد السن 60 عاماً أهلاً بكم قبل ما أبدأ معكم تفاصيل هذا الخبر أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك بعد إقرار قانون المعاشات الجديد حدثت العديد من التغييرات في حركة المعاشات وتم إلى أكبر قدر من الاهتمام لمن فقدوا حياتهم بسبب العمل أو أصبحوا معاقين كلياً أو جزئياً بسبب العمل وتقدير للدولة وقبل كل شيء منهم في مستشفى الأمراض المعدية ويموتونها بسبب الوباء فتقوم الدولة بتقييمهما من حول معاشات تصل إلى 6000 جنيه بعد أن قدرت معاشهم ب2400 جنيه وذلك حتى يتم توفير دخل ماد جيد لأسرة المفقود وهذا ينطبق على العاملين في مستشفى العزل والطباء والصيادلة قانون المعاشات الجديد من جانبه قال رئيس الأهل القومية للتأمنات الاجتماعية اللواء جمال عوض أن هذا ينطبق على العاملين في مستشفى الأمراض المعدية والطباء والصيادلة موضح أنه سيتم صرف معاشات التقاعد في حالة الوفاء والعجز الكل عن العمل الليباني لهم يتقاضوا أجرهم ومرتبطين بالقطاع الخاص والذين يتقل أعمارهم من 18 عاما والمتدربين وطلاب الصناعة والطلاب العاملين في مشاريعنا على التوظيف الصيفية والأشخاص المكلفون بالخدمة العامة الأشخاص اللي حصلون على 65% من معاشة التقاعد وأكد اللواء جمال عوض رئيس الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي أن هؤلاء الأشخاص سيحصلون على معاشة تقاعد لا يكل عن 65% وهذا يجعلنا نذكر أهمية العمل والعمل للدولة في الفترة المقبلة مما يوفر لهم حياة كريمة في مختلف المجالات الرغبون في الذهاب إليها